خطة أممية تم تسريبها تتعلق بالحل السلمي المتعلق بمدينة الحديدة وبحسب نقاط الخطة فإنها تحمل مضامين لها علاقة بالحل المجزئ للأزمة اليمنية أكثر من علاقتها بالحل السياسي الشامل على ضوء القرار الأممي 2216 الحديدة ورأس عيسى والميناء تفاصيل تدور حولها النقاط التي قيل إنه من المزمع طرحها على طاولة مجلس الأمن وتتعلق بما عرف بالحل السلمي المتعلق بالحديدة تمهيدا للسناف المشاورات السياسية المقترح الأممي تحدث عن تواجد شرطة أممية في المدينة وإدارة الميناء من قبل الموظفين المدنيين الذين كانوا قبل انقلاب عام 2014 دون الإفصاح عن الجهة التي ستدقق في طبيعة الموظفين قبل الانقلاب من بين تلك النقاط تتولى السلطة المحلية في الحديدة إدارة المحافظة دون إشارة إلى طبيعة السلطة وكيف سيتم تمكينها في ظل تواجد القوات الحوثية في المدينة التي تجهلت الخطة الأممية الحديث عنها فيما يتعلق بالموارد أشارت الخطة الأممية إلى تحويل جميع إرادات الموانئ إلى البنك المركزي اليمني من خلال فروعه الموجودة في الحديدة للمساهمة في دفع الرواتب ويلتزم البنك المركزي باتخاذ خطوات فورية لدفع رواتب موظف الخدمة المدنية في جميع أنحاء اليمن كما أشارت الخطة إلى احترام المسارات القانونية للسلطة في جميع المؤسسات المحلية للدولة في مدينة الحديدة وموانئها في الصليف ورأس عيسى ويجب إزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية من أداء وظائفها على الوجه الأكمل لم تخلو خطة الأممية من التأكيد على الدور الرقابي للأمم المتحدة في القيام بنشر مستشارين مدنيين لتقديم الدعم الفني للمجلس المحلي لمدينة الحديدة وغيرها من مؤسسات الدولة المحلية بالتعاون مع موظف الخدمة المدنية ترجمة نانسي قنقر